حدثنا عبد الصمدي وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحريث عن جدته أم حكيمين عن أختها ضباعة بنت الزبيري أنها دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما فانتهس منه ثم صلى ولم يتوضأ قال أبي قال عفان دفعت للنبي صلى الله عليه وسلم لحما حسن الضحاك بن مغلد عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبيري بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرمي وقولي إن محل حيث تحبسني فإن حبست أو مريدتي فقد أحلتي من ذلك شرطك على ربك عز وجل حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الكريم الجزري قال حدثني من سمع أبن عباس يقول حدثتني ضباعة أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج فقال لها حجي واشترتي